يعني ليش؟ وبعدين أقول لك نقطة أخرى هل الإعلاميين أو هل الإعلام النصراوي جالس كل هالسنوات ينتقد الإعلام الهلالي ويطالب بتصحيح الوضع يا وزير الإعلام يا رئيس رعاية الشباب يا وزير الداخلية يا فلان أنقذ الوضع الوضع متعصب الوضع المحتقن ثم تأتي أنت لما تلحك لك الفرصة وصار عندك منابر إعلامية اللي هو الإعلام الحديث تمارس نفس الشيء بل أسوأ منه وضد من؟ ضد بعضهم البعض يعني الحقيقة الإعلام النصراوي قدم نموذج أسوأ مما كان عليه الإعلام الهلالي حقيقة يعني وأنا أقول هذا بمرارة مطلقة وبعدين يا أخوي بندر دعك من الإعلامي الكاتبين كان تعال ناخذ اللاعب مثل فهد الهرائفي حتى فهد الهرائفي شنوا نفس الإعلاميين ونفس الجمهور اللي شبه يعني كانهم إعلاميين لأنه في تويتر الآن وجد الآن ناس مهم إعلاميين لكن لهم تقريبا نفس الشعبية نعم شنوا عليه نفس الحملة ليش؟ لأنه انتقل طيب أنا أسألك سؤال وأسأل كل المشاهدين سؤال الآن لما هلالي ونصراوي يقدرون تتجادلون وتناقشون النصراوي يفتخر بماذا؟ المشجع النصراوي على الهلالي العالمية صح؟ يعني مجرد ما يثور نقاش حول البطولات وما البطولات النصراوي لا يجد ما يقوله سوى العالمية طيب طبعا وما يجد عبد الله عشان ما أحد يطلع بكرة يقول شيء أنا ما أتكلم عن الرموز أتكلم عن الإنجازات الجماعية طيب هاللاعب اللي انتوا الآن قاعدين تشنون عليه حملة لأنه فقط يقول رأيه الفني زين؟ وبنفس الإسلوب اللي شنون حملة عليه فيها هاللاعب مش هو اللي جاب هذا الشيء؟ يعني طبعا هو إنجاز جماعي إدارة أعضاء شرف جمهور لاعبين لكن السبب المباشر بعد الله سبحانه وتعالى هو الهدف الذي سجله فهد الهريفي في السوبر في كوريا طيب ضد بوهنك طيب وش اللي تبتو صلنا؟ أنه هذا الأداء من بعض الإعلاميين النصراويين يسيء للنصر هيكره الناس في النصر زي ما كانوا يقولون أن اللي كره الناس في الهلال طبعا غير الهلاليين اللي كرهه هو إعلامه أنا أقول هذا الإعلام بعكس العام الماضي أنت تلاحظ العام الماضي الموسم الماضي يبندر كان فيه تعاطف كبير مع النصر من كل الجماهير الآن وكان فيه الآن الإعلام النصراوي اللي تبتو تقوله في الموسم الحالي يسيء لنفسه يسي لنفسه ولنديه وطبعا مشكل للإعلام أنا ما عرف عن التعميم هذا ما هو صحيح أنا أقول للناس اللي مارست هذه الحملة الشرسة سواء على محمد الدويش ولا على فهد الهريفي بدون ذنب مجرد أنك تمارس حقك في النقد طيب وين الرأي والرأي الآخر وين الديمقراطية وين الحق